البداية من مولستريت جورنل وما قال مايكل فليبس وآخرين حول تأخر الدول في التفكير في مواطنها في السودان وفيه المعركة على السلطة في السودان تترك الملايين من السكان أمام خيارين الاحتماء من الاشتباكات في المنزل أو محاولة هروب محفوف بالمخاطر وآضفوا الانحدار السريع للدولة في حرب شاملة شكل مفاجأة للعديد من السفرات التي لم تعطي نصائح لمواطنيها لمغادرة البلاد قبل بدء القتال واتابعوا واشنطن والحكومة الغربية الأخرى أخطأت في قراءة التحذيرات بشأن التهديد الوشيك وكانت متفائلة للغاية وختموا قرابة مئة شخص من البعثة الأمريكية تم إخراجهم بالنسبة لأولاك الذين بقوا أصبحت خيارات البقاء في أمان ضئيلة بشكل كبير للغاية إلى واشنطن بوست ومقال إيشان ثارر بعنوان السودان ينزلق نحو الانهيار وجاء فيه يسيطر إن عدم القانون والخوف على أجزاء كثيرة من السودان مر أسبوع منذ أن اندلعت التوترات بين أبرز جنرالين في البلاد وأضاف وكالة الإغاثة تحذر من أزمة إنسانية في بلد كان يواجه جوعا حتى قبل بدء القتال تستعد الأمم المتحدة لاستقبال حوالي مئة ألف لاجئ سوداني في الأيام المقبلة وتابع يبدو أن السلام لا يلوح في الأفق وصلت التوترات إلى ذروتها واستخلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني النظامي وختم أكبر ضرر يمكن أن يلحق بالشعب السوداني وأمن جيران السودان هو أن تصفر المفاوضات بين المتحاربين عن بقاء واحد منهم في السلطة وفي الجارديان نقرأ مقال نسرين مالك بعنوان بذور انهيار السودان زرعت منذ عقود وفيه السرعة التي تفكك بها السودان هي أول مؤشر على أن الوضع كان يتراكم منذ فترة طويلة انهيار البلاد هو نتيجة لسلسلة من الإخفاقات وأضافات مأساة السودان هي مأساة بلد طلب المزيد والآن يعاقب عليه انضم السودان إلى الدول العربية التي أطاحت بحكامها لترى الآمال في الديمقراطية تتحطم وتبعت أحداث العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي بدأت قبل عشرين عاما في منطقة الدرفول الغربية تم قام مع المعارضة بوحشية وختمت هي لحظة مظلمة بلا شك لكن ربما يكون هناك بعض الأمل إذ أدرك الشعب السوداني أن السلام لن يدوم أبدا ما لم يكن هناك سلام للجميع نقرأ في العرب الجديد مقال جيرار ديب بعنوان فاتش عن السودان وذهبه اللامع وجاء فيه يبقى السؤال الرئيسي لما السودان؟ البلد الفقير دوء الاقتصاد شبه المنهار حيث يعاني من أزمات خانقة وأضاف السودان ضمن نقطة تقاطع بين الأهمية الاستراتيجية وبين طموح الدول الكبرى في التنافس على القارة السمراء وتابعة عندما تفتش عن السودان لا تنسى أن ترى لمع الدها به إذ يصنف هذا البلد في المرتبة الثالثة من حيث احتواء أرضه على كمية كبيرة من الذهب وختم لن تهدأ الحرب في السودان في المدى القريب بل هي قابلة للإشتعال أكثر والضبابية لم تزل مسيطرة على الرؤية الدولية نختتم بافتتاحية التليغراف التي تتحدث عن جهود الحكومة البريطانية في إجلاء رعاها من السودان وفيها كلما وقعت أحداث في السودان تقول السلطات أنها تعلمت الدرس وضع مواطني بريطانيا في السودان محفوف بالمخاطر كما كان في أفغانستان وأضافت في أفغانستان كانت هناك قوة التحالف مع استعداد طالبان لإبعاد الأجانب أما السودان فيقع في قبضة قوتين لكن دون سلطة مركزية وتابعت ربما يوجد مئات آخرون من مواطني بريطانيا في بقية البلاد بعضهم يتهم الحكومة بالتخلي عنهم بعد وضع خطط للإجلاء أوسع وختمت الصعوبات مفهومة في ظل الظروف الحالية لكن عندما تهدأ الأوضاع لا نريد أن نتساءل مجددا لماذا فعلت الدول لمواطنها في منطقة حرب أفضل مما فعلت بريطانيا نصل الآن إلى نهاية جولة الصحافة وقبل العودة إلى هانادي لمواصلة التغطية الخاصة بالأحداث في السودان نترككم تتابعونا هذا الكريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر